اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية التحضير للعملية الجراحية مقدمة العمليات الجراحية قد تعالج او تمنع الالم تشخص مشكلة صحية او حتى تنقذ الحياة يهدف هذا البرنامج الى المساعدة على التحضير للعملية الجراحية فبإمكان المريض مساعدة مقدم الرعاية الصحية على ضمان نجاح العملية وسرعة شفائه وذلك بفهمه لمختلف الخطوات وهو يتهيأ للجراحة تتضمن الجراحات غير الطارئة على اربع خطوات مميزة استشارة اختصاصي الجراحة الزيارة قبل العملية الجراحية يوم العملية الجراحية تخريج المريض من المستشفى خلال استشارة اختصاصي الجراحة يلتقي المريض بالجراح لمناقشة خيارات العلاج الجراحي ومناقشة فوائد الجراحة ومخاطرها وهذا البرنامج مصمم للمرضى الذين تم تحديد موعد لخضوعهم لعملية جراحية الغرض من الزيارة قبل العملية الجراحية هو التأكد من حالة المريض الصحية والتخطيط لنوع التخدير الذي سيرطاله وسيناخش هذا البرنامج ما يحدث خلال الفحص الذي يسبخ العملية الجراحية والاسئلة الطبية التي قد يسألها الطبيب للمريض في يوم العملية الجراحية سيسجل المريض دخوله قبل الذهاب إلى غرفة العمليات وبعد العملية تتم مراقبته في غرفة الإنعاش يصف هذا البرنامج الإجراء الجراحي وتحضير المريض لهذه التجربة بعد العملية الجراحية يبقى المريض في المستشفى أو يعود إلى منزله وعند عودة المريض إلى منزله تعطى له تعليمات يستعرض هذا البرنامج بعض المعلومات التي تناقش خلال تعليمات التخريج بعد اتخاذ قرار الخضوع للعملية الجراحية قد تكون هناك فترة انتظار تمتد من يوم واحد إلى عدة أسابيع ونسرد هنا بعض النصائح التي قد تساعد المريض على التحضير للعملية الجراحية خلال فترة الانتظار يجب أن يستفسر المريض من مقدم الرعاية الصحية ما إذا كان سيتم معاملته كمريض في العيادات الخارجية أو مريض مقيم فمريض العيادات الخارجية يعني أن المريض سيذهب إلى المنزل في اليوم ذاته الذي تجرى له فيه العملية الجراحية أما المريض المقيم فيعني أنه سيقيم في المستشفى بعد العملية الجراحية لمدة يوم واحد أو أكثر يخبر الجراح المريض عن مواعيد الدخول إلى المستشفى والعملية الجراحية وإذا كان لديه أفراد عائلة يعتني بهم فلابد من القيام بالترتيبات اللازمة حتى يتمكن شخص آخر من العناية بهم بينما يكونوا في المستشفى أحيانا لا يكون من الممكن معرفة وقت العملية الجراحية بالتحديد حتى اليوم السابق لتاريخ العملية في هذه الحالة سيكون على المريض معرفة متى سيتم إخباره بوقت العملية يجب سؤال مقدم الرعاية الصحية عما إذا كان عليه تغيير جدول وجرعة أي من الأدوية التي يتناولها إذا كان المريض من المدخنين فمن الأفضل الإقلاع عن التدخين قبل العملية الجراحية ويساعد هذا المريض على استعادة عافيته بشكل أسرع ولكي يكون ذلك مفيدا فعلا يجب الإقلاع عن التدخين قبل أسبوعين من موعدي العملية الجراحية سيوضح مقدم الرعاية الصحية إذا كان هناك احتمال لفقدان كمية كبيرة من الدم في أثناء العملية الجراحية وقد يضطر في حالة حدوث ذلك إلى نقل الدم للمريض إذا كان المريض بصحة جيدة وموعد عمليته بعد أكثر من أربعة أسابيع فقد تكون لديه فرصة لتخزين بعض دمه الذي قد ينقل له في حالة الحاجة إلى نقل الدم في حال تم نقل الدم للمريض من دمه الخاص به يعرف ذلك باسم نقل الدم الذاتي الزيارة السابقة للعملية الجراحية غالبا ما تكون الزيارة السابقة للعملية الجراحية قبل يوم واحد من العملية الجراحية وخلال هذه الزيارة يقوم اختصاصي التخدير بإجراء الفحوصات الطبية ومراجعة السجل الطبي للمريض من أجل تحديد نوع تخدير آمن له كما يتولى اختصاصي التخدير إجراء الفحص الجسدي ويسأل بعض الأسئلة المتعلقة بصحة المريض قد تكون هناك حاجة إلى إجراء اختبارات الدم والبول وتخطيط كهربية القلب يجب إخبار مقدمي الرعاية الصحية إذا ما قام المريض بفحوص دم أو بول أو بتخطيط صد القلب في آخر 30 يوما يجب في حال وجود هذه الفحوصات طلب إرسال النتائج إلى مقدم الرعاية الصحية أو أخذها لزيارة ما قبل الجراحة إذا لم توجد نتائج الفحوص يمكن طلب إرسالها من مقدم الرعاية الصحية إلى مقدم الرعاية الصحية الحالي قبل زيارة ما قبل الجراحة على المريض أن يكون مستعدا للإجابة عن الكثير من الأسئلة أمثلة على الأسئلة التي قد تطرح على المريض ما هي الأدوية الموصوفة التي تتناولها؟ هل تتناول أية أدوية غير موصوفة؟ هل توجد أية حساسية من الأدوية أو الطعام؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يسبب الحساسية؟ بعض الأسئلة الأخرى قد تتضمن هل توجد حساسية لمادة الليتكس؟ هل تم إجراء أي تخدير من قبل؟ إذا كان الجواب بالإيجاب هل كان هناك أي تحسس للدواء المخدر؟ هل يوجد لدى الأقارب من الدرجة الأولى أي مشاكل مع التخدير؟ يجب إخبار طبيب التخدير عن أي حالة مرضية قد تكون لدى المريض من مثل أمراض القلب أو الرئى أو مشاكل الكلية السكتات تضرر الكبد يجب إخبار طبيب التخدير إذا كان قد أجري للمريض أي نقل للدم في الماضي وإذا كان يعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو اليرقان أو الاكتئاب أو اضطرابات نفسية أخرى من المهم إخبار الطبيب إذا كان المريض يشغر عندما ينام وعن أي أثنان متقلقلة أو عن أي أثنان متقلقلة أو إذا كان لديه جسور أو تيجان يمكن للأدوية التي يأخذها المريض أن تتعارض مع الأدوية التي يستعملها طبيب التخدير لذلك على المريض أن يخبر طبيب التخدير والجراح عن الأدوية الموصوفة له والأدوية غير الموصوفة التي يتناولها كالمسكنات والمستحضرات العشبية قد يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض تغيير جدول وجرعات الأدوية التي يتناولها قبل العملية الجراحية كما يجب على المريض أيضا إذا كان ممن لا تحرم عليهم شرائعهم شرب الكحول إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص به إذا كان يشرب الكحول بشكل يومي فقد تكون هناك حاجة لاتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية لوقاية المريض من أعراض الانسحاب عن الكحول بعد العملية يحدد طباء التخدير والجراحة المخدر الأفضل للمريض بناء على الأجوبة التي قدمها هناك ثلاثة أنواع عامة من التخدير أولا التخدير العام ثانيا التخدير الناحي ثالثا التخدير الموضعي يجعل التخدير العام المريض ينام ويفقد الشعور بالألم وهو يعطى عن طريق القناع أو بالحقن أما التخدير الناحي فيستخدم عندما تحتاج منطقة كاملة من الجسم مثل الدراع أو الساق إلى التخدير تشمل الأمثلة على التخدير الناحي تخدير العمود الفقري وتخدير الكتل العصبية وتخدير فوق الجافية وأما التخدير الموضعي ومع ذلك هناك بعض المخاطر والمضاعفات المحتملة يمكن أن يتجنب المريض هذه المخاطر عن طريق إخبار مقدم الرعاية الصحية عن الأدوية التي يأخذها وعن الحساسية والأمراض التي يعاني منها تعتمد مخاطر التخدير على نوع التخدير وعلى صحة المريض وحالته الطبية الحالية وسوف يناقش مقدم الرعاية الصحية معه هذه المخاطر يدخل معظم المرضى المستشفى في يوم العملية الجراحية ولكن في بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى دخول المستشفى في اليوم الذي يسبق العملية يناقش الجزء التالي الأمور التي يجب القيام بها والأمور التي يجب تجنبها عند التحذير للعملية في المنزل قد يعطي الجراح وطبيب التخدير تعليمات أكثر خصوصية للمريض برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الليلة السابقة للعملية الجراحية لتجنب المضاعفات في أثناء العملية الجراحية وما بعدها يجب أن يحد المريض مما يتناوله من طعام وشراب وذلك لأنه خلال العملية الجراحية يمكن أن يتقيأ المريض الطعام الذي تناوله وأن يستنشقه نحو الرئتين يجب تجنب الأكل والشرب والمضغ وانقصاص أي طعام بعد منتصف الليل قبل يوم العملية الجراحية ويشمل ذلك العلكة وحلوى النعناع وغيرها من الحلوى إذا كان المريض يعاني من مرض السكري فعليه أن يسأل مقدم الرعاية الصحية متى يجب أن يتوقف عن الطعام الأدوية التي يطلب طبيب التخدير من المريض أن يأخذها يجب أن تبلع مع رشفات قليل من الماء عند الاستيقاظ صباح يوم العملية الجراحية إذا كان المريض من المدخنين فمن الأفضل أن يتوقف عن التدخين قبل العملية الجراحية وإذا كان لا يستطيع أن يتوقف عن التدخين فعليه على الأقل تخفيض كمية التدخين والتوقف عن التدخين بعد منتصف الليل قبل يوم العملية الجراحية يجب تجنب شرب أي مشوبات كحولية خاصة في غضون الأربعة والعشرين ساعة السابقة للعملية الجراحية قد يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض الاستحمام وتنظيف منطقة الجلد التي ستجرى من خلالها الجراحة بصابون معقم خاص يوم العملية الجراحية في يوم العملية الجراحية سيدخل المريض إلى قسم العمليات الجراحية وقد يوضع حول معصمه سوار يوضح هويته من الأفضل ارتداء الملابس البسيطة الفطفاضة التي ترتدى بسهولة فوق الضمادات ومن الأفضل أيضا ترك المجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة في المنزل يجب إزالة كل مستحضرات التجميل وأصباغ الأضافر قبل العملية الجراحية سوف يراجع مقدم الرعاية الصحية التاريخ الطبي للمريض ويجري له فحصا طبيا قصيرا وعليه أن يكون مستعدا للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأدوية التي يأخذها على المريض أن يبلغ مقدم الرعاية الصحية عن أي طعام أو شراب تناوله بعد الوقت الذي طلب منه فيه وقف الأكل أو الشرب سوف يطلب من المريض أن يوقع على ورقة يعلن فيها موافقته على إجراء العملية الجراحية هذا التوقيع يعني أن المريض يستوعب أسباب وفوائد ومخاطر العملية الجراحية كما أنه يسمح لمقدم الرعاية الصحية وموظف المستشفى بإجراء الجراحة استمارة الموافقة الخطية تحمي المريض بتأكيد أن لا يستطيع أحد القيام بالجراحة قبل أن يفهم المريض ويوافق على الإجراء وفي حالات نادرة حين يكون من الحتمي إجراء جراحة منقذة للحياة وكان المريض فاقد الوعي ولا يمكن الوصول إلى أحد أفراد العائلة يقرر الجراح القيام بالجراحة بدون موافقة مسبقة خلال الجراحة يُعطى المريض رداء خاص ليرتديه خلال العملية وسوف يلتقي بطبيب التخدير الذي سيراجع تاريخه الطبي ونتائج فحوصاته الطبية كما سيكون مسؤولا عن متابعة تخدير المريض طوال العملية الجراحية وقد يعطيه طبيب التخدير مسكنا لتهديئة أعصابه قبل الذهاب إلى العملية الجراحية بالرغم من أن المريض قد لا يزال قادرا على المشي فإن الموكلين برعايته الصحية يمكن أن يأخذوه إلى العملية الجراحية على كرسي متحرك أو على سرير لضمان سلامته قد يتم أخذ المريض إلى صالة انتظار تابعة لقسم الجراحة تدعى صالة انتظار العمليات قبل الذهاب إلى غرفة العمليات ويمكن أن تختلف هذه الإجراءات من مستشفى إلى آخر وقد يسمح للمريض باستحاب شخص أو شخصين من أفراد أسرته أو أصحابه إلى صالة انتظار العمليات إذا كان المريض طفلا فقد يسمح لأحد الوالدين بالبقاء في صالة انتظار العمليات أو غرفة العمليات إذا ما قرر طبيب التخدير أن هذا هو الأفضل للطفل قد يرى المريض في صالة انتظار العمليات بعض المرضى الآخرين والكثير من الحركة حوله وإذا كان شعره يحتاج إلى القص قد يتم قصه في صالة انتظار العمليات وبعد ذلك سوف ينقل المريض من صالة انتظار العمليات إلى غرفة العمليات إذا لم يبدأ التخدير في صالة انتظار العمليات فإنه سيبدأ في غرفة العمليات وإذا كان شعر المريض يحتاج إلى القص ولم يتم ذلك في غرفة انتظار العمليات فقد يتم قصه في صالة العمليات إذا كان المريض سيخضع للتخدير العام فإنه سينام وقد يوضع أمبوب في حنجرته لمساعدته على الاستمرار في التنافس سوف يحطى المريض بعض الأدوية المهدئة عن طريق قفطرة وريدية سوف يراقب المريض عن كثب في غرفة العمليات كما سيتابع طبيب التخدير أو الممرضة مستوى الأكسجين في دم المريض ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وسوف يعطونه الأدوية والسوائل والدم الذي قد يحتاج إليه قد تتضمن بعض المعدات التي قد تستخدم لمراقبة العلامات الحيوية للمريض ما يلي جهاز ضغط الدم لمراقبة ضغط الدم ملقة الأصبع أو الوسائد اللاصقة لقياس مستوى الأكسجين بالدم لساقات تخطيط كهربية القلب على الصدر لمراقبة القلب في حال إجراء تخدير عام يوضع في فم المريض أمبوب لإعطائه المزيد من الأكسجين أما في حال إجراء تخدير موضعي أو ناحي فيتم استخدام قناع لتزويد المريض بالأكسجين الإضافي ويستخدم خط وريدي لإعطاء المريض أي دواء قد يحتاجه بعد الجراحة مباشرة بعد العملية الجراحية مباشرة يأخذ المريض إلى غرفة الإنعاش والتي تسمى غرفة العناية ما بعد التخدير أيضا وفي هذه الغرفة تراقب الممرضات المريض خلال انحسال تأثير التخدير وخلال وجود المريض في غرفة الإنعاش فيجتمع الجراح مع المنتظرين من أفراد أسرة المريض وأصدقائه لإطلاعهم على حالته الصحية وللإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديهم ستعطي الممرضة للمريض في غرفة الإنعاش المسكنات لتخفيف أي ألم يشعر به بعد العملية الجراحية وعليه أن لا يخاف من المطالبة بالمزيد من المسكنات إذا كان ما يزال يشعر بالألم عندما تقرر الممرضة في غرفة الإنعاش بأن الوضع الصحي للمريض مستقر وأن ألمه قد عولج على نحو ملائم فإنه سوف يخرج من غرفة الإنعاش وبعدها قد يعود إلى منزله إذا كان مريض عيادات خارجية أو إلى إحدى غرف المستشفى إذا كان يتعين عليه البقاء في المستشفى توجد في بعض المستشفيات غرف إنعاش للعيادات الخارجية حيث يمكن للمريض قضاء بضع ساعات قبل الذهاب إلى البيت إذا كان من مرضى العيادات الخارجية يقضي معظم المرضى ساعة أو اثنتين في غرفة الإنعاش وتحتمد المدة التي يقضيها المريض على نوع الجراحة وحالته الطبية فمن الممكن أن تكون هذه المدة أطول يجب على المرضى العائدين إلى منازلهم بعد خضوعهم للجراحة تجنب قيادة السيارات أو تشغيل الآلات المعقدة أو اتخاذ قرارات قانونية هامة وتجنب شرب الكحول لمدة 24 ساعة بعد العملية تعليمات التخريج إذا كان المريض مريض العيادات الخارجية يعني ذلك أنه سيذهب إلى المنزل في اليوم ذاته الذي تجرى له فيه العملية الجراحية أما المريض المقيم فسوف يتم تخريجه بعد أن يتعافى في المستشفى لمدة ليلة واحدة على الأقل يمكن للمرضى فعل الكثير للمساعدة على تسريع الشفاء وفيما يلي بعض المقترحات العامة وسوف يعطي مقدم الرعاية الصحية المريض تعليمات أكثر تحديداً وهذه التعليمات تعرف بتعليمات التخريج من المستشفى عليك أن تمشي حالما تكون قادراً على ذلك فالمشي يحسن الدورة الدموية ويقلل من تشكل جلطات الدم التي قد تكون مهتة ويجب مساعدة المريض خلال خطوات المشي الأولى بعد العملية الجراحية يجب على المريض أن يتبع التعليمات الغذائية المعطات له حيث تعطى تعليمات بخصوص ما يمكن للمريض تناوله وكيف يمكنه أن يتحول من شرب الغذاء الثائل إلى أكل الغذائي الصلب وعليه أن يتبع هذه التعليمات حتى يتعافى جهازه الخضمي تماماً من تأثيرات الجراحة والتخدير على المريض تدبير الألم خلال وجود المريض في المستشفى يمكنه أن يطلب من مقدم الرعاية الصحية مسكنات الألم إذا كان يشعر به وعندما يعود إلى المنزل يجب أن لا يضاعف أو يزيد من جرعة دوائه من دون استشارة مقدم الرعاية الصحية يجب تجنب التدخين قد يزيد التدخين من فرصة إصابة المريض بعدوى رئوية تعرف باسم الالتهاب الرئوي كما يمكن للتدخين أن يعيق تدفق الدم ويبطئ الشفاء قد يعطي مقدم الرعاية الصحية للمريض تعليمات إضافية طبقاً لنوع الجراحة والتخدير المستخدم على المريض أن لا يخاف أو يتردد من ترح أسئلة تتعلق بصحته وشفائه يقدر مقدمي الرعاية الصحية اهتمام المرضى بلعب دور فعال في رعايتهم الصحية فيما يلي عشرة أسئلة شائعة يجب على المريض أن يسألها لمقدم الرعاية الصحية الخاص به قبل أن يعود إلى المنزل أولاً أي الأدوية يجب أن تأخذ ومتى ثانياً ما هي علامات الإصابة بالعدوى وغيرها من المضاعفات الشائعة ثالثاً ما الذي يجب أن يأكله المريض رابعاً ما سيحدث للغرث والمشابك في الشق الجراحي خامساً متى سيرى المريض مقدم الرعاية الصحية مرة أخرى وبعض الأسئلة التي يمكن طرحها سادساً متى يستطيع المريض قيادة سيارته سابعاً متى يمكن للمريض أن يعود إلى العمل ثامناً متى وكيف يمكن للمريض الاستحمام تاسعاً ما الوزن الذي يستطيع حمله وهل يمكنه الإنحناء عاشراً متى يستطيع أن يمارس الجنس مرة أخرى على المريض أن يحرص على أن يسأل الجراح عن مشاركة ملخص إقامته في المستشفى مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به كما يجب عليه أن يسأل عن معلومات مفصلة فيما يخص أي دواء يجب عليه أن يتناوله عندما يعود إلى بيته فيما إذا كان هناك أي تغييرات للأدوية التي يتناولها في البيت وفيما إذا كان بإمكانه الاستمرار بتناول الأدوية التي قد طلب منه التوقف عن تناولها قبل العملية وقد تتضمن هذه الأدوية مميعات الدم إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة يجب أن يستفسر المريض من مقدم الرعاية الصحية ما إذا كان سيتم معاملته كمريض في العيادات الخارجية أو مريض مقيم فمريض العيادات الخارجية يعني أن المريض سيذهب إلى المنزل في اليوم ذاته الذي تجرى له فيه العملية الجراحية أما المريض المقيم فيعني أنه سيقيم في المستشفى بعد العملية الجراحية لمدة يوم واحد أو أكثر يخبر الجراح المريض عن مواعيد الدخول إلى المستشفى والعملية الجراحية وإذا كان لديه أفراد عائلة يعتني بهم فلابد من القيام بالترتيبات اللازمة حتى يتمكن شخص آخر من العناية بهم بينما يكون في المستشفى يجب سؤال مقدم الرعاية الصحية عما إذا كان عليه تغيير جدول وجرعة أي من الأدوية التي يتناولها تتضمن الجراحات غير الطارئة على أربع خطوات مميزة استشارة اختصاصي الجراحة الزيارة قبل العملية الجراحية يوم العملية الجراحية تخريج المريض من المستشفى خلال استشارة اختصاصية الجراحة يلتقي المريض بالجراح لمناقشة خيارات العلاج الجراحي ومناقشة فوائد الجراحة ومخاطرها الغرض من الزيارة قبل العملية الجراحية هو التأكد من حالة المريض الصحية والتخطيط لنوع التخدير الذي سيعطاله في يوم العملية الجراحية سيسجل المريض دخوله قبل الذهاب إلى غرفة العمليات وبعد العملية تتم مراقبته في غرفة الإنعاش بعد العملية الجراحية يبقى المريض في المستشفى أو يعود إلى منزله وعند عودة المريض إلى منزله تعطى له تعليمات التخريج شكراً لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكراً لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكراً لاستخدامكم برنامج إكس بلين ترجمة نانسي قنقر